وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبركة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس آب عندي مجموعة حقيقة كبيرة من الأسئلة سامحوني سأجيب بالقدر الذي أستطيع بما يسمح به الوقت خالد من لكسنبورغ يريد شرح لقاعدة الأداء بالمثل وليس بالقيمة يا خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك هذه القاعدة في واقع الأمر أكثر ما تستعمل في مسألة القرض فلو أنك أقردت شخصا قبل عشر سنوات مبلغ مالي ثم يعني سمحت له في وقت السداد وأداء وأراد أن يسددك الآن يسددك بالمثل وليس بالقيمة أقردت خمسة آلاف يريد لك خمسة آلاف سواء الخمسة آلاف ارتفعت قيمتها أو انخفضت هذا المعنى أنه إيش السداد الأداء بالمثل لا بالقيمة بارك الله فيك هيفاء من الأنبار من العراق تقول هل يجوز العقيقة للطفل أول ما يجي من بطن أمة والأضحية تكون للحي أو للميت هيفاء بارك الله فيك بالنسبة للعقيقة هي حق للمولود على والده ولذلك إذا جاء المولود بعد مرور سبعة أيام من السنة أن يعق عن هذا المولود فإذا كان ذكر يذبح عنه شاتين وإذا كانت أنثى يذبح عنه شات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك والأفضل أن تكون يوم سبعة أو أربع طعش أو واحد وعشرين بعد ذلك الأمر واسع لكن الإنسان يكون قد ترك السنة إلا أن يكون مضطر ما عنده قيمة العقيقة هذه مسألة ثانية بالنسبة للأضحية أخت الفاضلة الأضحية للأحياء وليست للأموات ويجوز التصدق عن الميت بأضحية مثلا هي صدقة في الواقع إما أن يشرك الميت مع الحي في ثواب الأضحية وإما أن يخصص له أضحية خاصة لكن بعد ما يذبح الأحياء لأن الأضحية الأصل هي للحي وليست للميت لكن يجي بعض الناس الآن للأسف في فهم مغلوط وخاطئ يعتقدون بأن الأضحية الأصل للأموات وهذا غلط لا الأضحية الأصل أن للأحياء والأموات ممكن يشركونا في ثواب أضحية الأحياء ممكن يخصص لهم مثلا أضحية بعد ما يذبح عن الأحياء أما إذا كان قد أوصل ميت من ثلث ماله بأن يضح عنه هذا يجب يعني بعض الناس قبل ما يموت يكتب بصية ومن ضمنه يقول والثلث من مالي يحج عني يعتمر عني يذبح عني أضحية يكفل عني يتيم مثلا هذا يجب أن ينفذ تنفذ الوصية الأخت أم ثوبان بارك الله فيها تسأل تقول بأن يعني والدتها قامت بعمل قص للمعدة تقول أجرت عملية وذلك نتيجة يعني عندها الضغط مرتفع وعندها مشاكل في الركاب مشاكل في كذا وكذا تقول الحمد لله بعد ما أجرت العملية وانتهت تقول حصل عندها ترهل في منطقة في جسمها أو وجهها أيضا ممكن تصنع عملية لإزالة الترهل الجواب نعم يا أختي أم ثوبان يجوز لها أن تجري عملية لإعادة العضو أو الجسم إلى ما كان عليه فيجوز هذا وليس فيه يعني ما يمنع إلا في حالة واحد إذا ترتب على ذلك ضرر فإذا قال الأطباء احتمال كبير أن يترتب ضرر لا لأننا و سلم قال لا ضرر ولا ضرار أما إذا كان لا ما في ضرر الحمد لله عملية تجميلية أو شيء ترجع الوجه بسبب ما حصل من ترهل إلى وضعه طبيعي ترجع البطن مثلا إلى وضع الطبيعي ما فيه شيء والحمد لله رب العالمين أم أسامة من السعودية تقول بأن هل يجوز للمرأة أن تتتبع جوال زوجها وتتتبع الأسرار عن طريق يعني الجوال وجوال عمتها أم زوجها سواء بخير أو شر أو شيء أو زين يا أم أسامة بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام و من جملة الأخلاق التي جاء بها القرآن و جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ترك التجسس على الآخرين أو التنصت على أقوالهم أو حديثهم مثلا أو التتبع لما عندهم من خصوصيات هذا حرام ولا يجوز و لذلك لا يجوز لأي امرأة أن تفتش جوال زوجها و تبحث في المحمول هذا و تقول يعني أريد أن أرى ماذا يكتب و ماذا لمن يرسل هذا كله حرام حرام أيضا أن المرأة في البيت تلاحظ مثلا محمول عمتها اللي والدت زوجها مثل ما ذكرتي هذا حرام ولا خوات زوجها ولا يجوز لهم هم أن يفتشوا جوال و محمول زوجة ابنهم حرام ولا يجوز للأسف الشديد بعض البيوت ما أدري كيف يعيشون يعيشون حالة من القلق حالة من الشك و الاضطراب ما واحد يثق بالثاني الأمور كلها مبنية على سوء الظن الأمور كلها مبنية على و العياذ بالله التجسس و المراقبة و التصنط و التسمع هنا و هناك أي حياة هذه أي حياة الأصل في المسلم إحسان الظن بالآخرين يجب على عمتك و بناتها يحسنون الظن بك ولا يجوز لهم يفتشون جوالك ولا يجوز لك أنت أنك تقول والله بشوف جوال عمتي وش فيه ما فيه وش الشين و الزين كل هذا حرام ولا يجوز إلا أن تأذلك تقول لك يا أم أسامة خذي الجوال افتحي لي شوفوا وش الرسائل هذه بإذنها أما التلصصين و تجسسين و تنصتين هذا حرام ولا يجوز و على الناس أن يتقوا الله والله تأتيني أسئلة أنا أقول سبحان الله هذول كيف عايشين هذول كيف مرتا يعني معقول الإنسان بهالصورة هذه يستطعم طعم الحياة و يرتاح كل حياة مبنية على سوء الظن على التنصت على التجسس على استراق السمع و العياذ بالله على إساءة الظن على الشكوك على الظنون أي حياة الحياة جميلة الحياة جميلة بطاعة الله الحياة رائعة متى ما إن كنا فعلا نحسن الظن بالآخرين و نبني أحكامنا على أحسن المحامل مع الآخرين أما هذه القضية فلا يجوز يا أختي الفاضلة لطيفة من الأردن تقول أنا الزوجة الثانية و عاني من ظلم زوجي و عدم عدله تقول بسبب أن الله ما رزقني عيال تقول يميل إلى الزوجة ميلا يعني كثيرا و كذا تريد نصيحة لطيفة بارك الله فيك أنت الآن تحت رجل أنت متزوجة و يجب عليك أن تحافظ على بقائك مع زوجك و لا تفكرين أبدا بالفرق هذا الأصل هذا الأصل لأن الظلم طارئ و الخطأ طارئ الأصل أن الحياة طبيعية الأصل أن الحياة طبيعية و لذلك احرص يا أختي الفاضلة على أنك تبقين مع زوجك و على أنك تبقين البيت قائم لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان متى ما انفكر بالاستمساء المرأة إذا فعلا بدأت تفكر جديا تستمسك بزوجها الزوج يفكر جدي بأنه يتمسك بزوجته الحرص على عدم إنهاء الحياة الزوجية صدقيني يا أختي الفاضلة و الله ستجدين حلول ستجدين حلول هذول اللي دائما يستعجرون بالطلاق لماذا؟ عفوا لأنهم أصلا أول ما فكروا فيه الطلاق و لذلك انعدمت الحلول أغلقت الأبواب ما صار في مجال أما اللي يقول لا أنا أبدا تقول المرأة مستمسكة بزوجي و الزوج يقول متمسك بزوجتي ها؟ والله ستجدين عشرات الحلول و لذلك تلفاظ استمسكي بزوجي الأمر الثالي الآخر على الزوج أن يتق الله جميع الأزواج اللي معددين علي من يتق الله أن نبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية الظلم فبين عليه الصلاة والسلام بأن من كان له زوجتان فمال إلى أحداهم مال إلى أحداهم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل والله تعالى حرم الظلم يعني في الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم والله تعالى يقول فقران وما ربك بظلام للعبيد قال جل وعلا وما ظلمناهم والنفس السلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة فيغتو الفاضل استمسكي بزوجك حرصي على إيجاد الحلول أنت أدرى بالحال ذكر زوجك قل لي لم يجوز الظلم قل لي له يا أبو فلان أنا والله ليس لي أنا أخاف عليك أنا أخاف عليك من غضب الله أنا أخاف أن الله يسلط عليك شيء أنا حريص عليك ومن محبتي لك أني ما أبغاك تكون ظالم لأن هذا حقي أنت الآن قاعد تأخذ حقي ولا تؤدي الواجب الذي لي و تميل كل الميل مع زوجتك هذا ما يجوز ترضى يوم القيامة تبعث وحد شقيك مائل الله يفضحك أمام الخلائق يقول هذا فلان تزوج ثنتين وما عدل بينهم ذكري أختي الفاضة الشيء الآخر من ذكاء المرأة أنها تتنازل بعض الشيء سودة رضي الله عنهم المؤمنين لما شعرت بأننا سلم بدأت علامات على أنه سيتركها و يطلقها حرصت أن تبقى يعني أم للمؤمنين حرصت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فراحت تنازلت في ليلتها الأختها عائشة فهذا وثق الصلة صلتها مع النبي صلى الله وأحبها الرسول سلم أكثر و لذلك تلفاضلة شوفي إيش زوجك يحتاج منك مثلا خليك ذكية إذا فإذا احتاج مثلا أنك والله تقول خلاص ليلتين عند أم فلان و ليلة عندي سويه بالعكس هذا هذا أنت ترتفعين عنده و تكبرين في نظره و ممكن بإذن الله يترك الظلم و تكون أنت السبب و لك الأجر و الثواب يمان من تركيا بارك الله فيه ما أدري يمان أظن ذكر نعم يقول هل الخاطب أن يتحكم بالشؤون خطيبة منه يعني الخروج و اللباس و غير ذلك قبل أن تنتقل إليه الجواب لا الجواب لا بالنسبة للإنسان إذا خطب امرأة هذا ما تزوجها الآن هذا يسمونه وعد بالزواج واضح يا أخو يمان هذا يسمونه وعد بالزواج و ليس هو زواج و لذلك الآن لو المرأة قالت أنا ما أبغى هذا الرجل ما يترتب علي أي أحكام لا قضية عدة و لا مهر و لا أي شيء هذه خطبة الخطبة وعد بالزواج و لذلك الرجل ليس له الحق أن يتحكم بزوجته عفوا أن تحكم بمخطوبته و وفقوا علي قالوا إن شاء الله و العقد بعدين ما لحق أن يتحكم فيها طلعتي و لا لا و ممنوع تطلعين و ممنوع تدخلين و كيف تلبسين ما لحق أبدا هذا ليه بزوجته هذا وعد بالنكاح فتنبه لهذا أم أحمد من دبي تقول عندها فيلا مؤجرتها تقول أستلم الإجار في هذا الشهر و أصرفه على نفسي و بيتي لأن راتب التقاعد ما يكفيني هل عليها زكاة؟ أم أحمد الله يرضى عليك الأجارات على نوعين أجار يقبض الإنسان الشيك آخر السنة و أجار يقبض صاحبه الأجار أول العقد أول العقد اللي يقبض الأجار اللي يقبض الأجار أول العقد هذا يستقبل سنة كاملة بهذا المبلغ ما يزكيه مباشرة فإذا مر سنة كاملة المبلغ الموجود عنده الموجود عنده المتوفر عنده هذا يزكيه مادم أنه بلغ النصاب أو أنه إذا ضمه إلى غيره يكون قد بلغ النصاب أما اللي يستلم شيك الأجار بعد مرور سنة يعني أفترض أن أجرتي مثلا في واحد محرم و في آخر محرم من السنة الثالث القادمة استلمت الشيك بمجرد استلامك الشيك أو المبلغ يجب عليك تزكيه لأن هذا في حكم مضمون فكأنه المبلغ هذا بقي عندك المدة هذه فتنبهي لهذه أخت الفاضلة أما تقول الله أنا أستلم الآن في أول العقد و أصرفه ما عليك زكاة لكن إذا استلمتي في آخر العقد لا عليك زكاة مبارك الله فيك عبد العزيز من الشارق يقول ما حكم قول منعتنا الظروف يقول ولي صديق يسخر دائما من المستقيمين هل أتركه أم لا عبد العزيز بالنسبة لقول الإنسان منعتنا الظروف الأفضل أن يترك هذا الأفضل أن يترك هذا بل بعض العلم يقول يجب علي أن يترك هذا ولكن منعتنا الظروف هذا بعض العلم يجعلها من جنس شاءة الظروف هذا حرام ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز وبعض العلم يقول لا ليست هي من قول يعني شاءت الظروف و إنما منعني ظرف يعني يتكلم عن شيء واقع منعني ظرف يعني حصل السبب لكن الأفضل أن يعبر بقول قدر الله أني ما أجي شاء الله أني ما أحضر مثلا هذا أفضل بالنسبة لصاحبك أخي الفاضل الذي يسخر من أهل الاستقامة و التدين فهذا أنت أمام خيارين الخيار الأول الاستمرار في نصحه إذا كان يستجيب فابقى معه بارك الله فيك و انصحوا دائما و قلوا هذا الكلام ما يجوز بارك الله فيك هذا الكلام ما يصلح يصدر منك الآن أنت تعطيهم حسناتك هؤلاء إذا كنت تسخر من تدينهم فأنت على خطر لأن هؤلاء ما أتوا بشيء من عندي أنفسهم هذو يتمثلون أوامر الله أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فأنت بهذا الحال على خطر فإذا استجاب و رأيت منه الاستجابة هذه نعمة من نعمة لك الأجر و الثواب إذا رأيت لا يزيد طغيانا و العياذ بالله و يزداد تيها و عنادا لا 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 احذر احذر من هذا الجنس هؤلاء يعني أخشى أنه يعديك يعني مع مرور الوقت أنت الآن استنكرت هذا الأمر لكن مع مرور الوقت قد تألف هذا الشيء و يصبح شيء طبيعي و عادي و هو عند الله عظيم و لذلك الله عز و جل نهى عن الجلوس في مثل هذه المجالس و نهى عن مصاحبة مثل هؤلاء الناس الذين و العياذ بالله يطعنون في الإسلام أو في القرآن أو ينكرون اليوم الآخر أو يدعون إلى و العياذ بالله عدم الإيمان أو يسخرون من الصالحين يحذر الإنسان و ينتبه من هذا سلمة من المغرب تقول هل يجوز لأمي أن تعتمر بزكاة زوجي لأنها فقيرة الجواب نعم يجوز للفقير إذا أتته زكاة مال و قبضها يجوز يحج فيها و يعتمر فيها و يتصدق منها جائز الأمر واسع و لله الحمد و المنة سواء كانت من زوجك أو من غير زوجك بالنسبة لك يا أخت الفاضل أنت تتحدثين عن الوالدة يجوز بارك الله فيك أم عبد الله من الإمارات تقول ما حكم الصدق التي نرسلها عبر الوسائل النصية أخت الفاضل أم عبد الله إذا كانت الرسائل النصية من جهة موثوقة و جمعيات معروفة و اشتهرت بالأمان و كذا هذه صدق و لله الحمد هذا من تيسير الله أصبح الآن و لله الحمد من نعم الله على الناس أن يتصدقون و هم في غرف نومهم و هم على الأرائك متكئون و يضغط بضغطة ذر في موبايل أو محمولة يذهب إلى حساب الجمعية و يكون قد تصدق هذه نعمة خفف الله عز وجل و يسر على الناس هذه نعمة من نعم الله أهم شيء أن تكون الجهة موثوقة و مقبولة صدقة بإذن الله يا أم عبد الله الأخت أم شفاء من البحرين تقول بأنها نذرت أن أعطي عشر دنانير شهرية لكفالة يتيم تقول بعد مدة حسيت أني أدفع أو يعني قلت أفضل شيء أني أدفع لأمي هذا المبلغ لأنها يتيمة و لا زوج و لا أم و لا أخ و لا أخت تقول الفعل صحيح أم شفاء بارك الله بيك و رضي الله عنك الوالدة ما هي بيتيمة اليتيم اللي مات أبوه و هو ما بلغ الحلم الوالدة جابتك و جابت غيرك ما شاء الله الله مبارك كيف تقولين عنها نبي أنها يتيمة معقول يعني الوالدة ما شاء الله الله مبارك الآن جدة و تقولين له يتيمة ما يصير يا أخت الفاضل و الشيء الآخر ما يجوز لك تغيرين النذر بمثل هذه الصورة أنت نذرت تكفرين يتيم يجب عليك أن تستمر في كفالة اليتيم أنت نذرته ما الله أمرك بذلك أنت اللي قلت يا رب نذرا علي أنت أوجبتي على نفسك و أنا دائما أنبه على أن النذر مكروه و بعض العلم يقول حرام و يجب الوفاء به مدام في طاعة و كفالة اليتيم طاعة ارجعي يا أخت الفاضلة و أكفل اليتيم و الفرق اللي تركتيه يجب أنك تعوضينه و إلا دخلت في مشكلة الفرق هذا الأشهر أو أنت شهريا قلت يجب أنك تعوضينه و ترجعين من جديد بارك الله فيك و الوالدة ما حقها النذر و اللي حقها تتصدقين عليها حقها أعظم من هذا ما يجوز لواحد يقول الله أنك أبا تصدق على أبوي و بدل ما أكفل يتيم أعطي أمي لا حق الوالدة أعظم أنت و مالك لأمك أنت و ما تملكين للوالدة و لذلك لازم تشعرين الوالدة لما تجيين تعطينها ما تعطينها صدقة كأنك تتصدقين علي مثل ما تصدقين على بقية الفقراء احترق مثل هدية و أنت تنوين الصدقة طيب مثل هدية مثل هبة هذا قدرك هذا حقك والدة تنبهي لهذا يا أخت الفاضلة أم شفاء من البحرين عندي الأخت ليلة من ليبيا ليلة تقول بأن سلفت أخاها ألفين دينار بغرض الربح في سيارة حديد حسب ما ذكرت تقول الحمد لله ربح في نفس العام لكن ما رد لي المال و هذا المال من عشرين سنة تقول الآن يرد نفس المال و إلا القيمة تقول أنا خايفة أطالب لأني أنا ما أنا غير متزوجة و أخشى أني و عرق الزوادي و عرق الحياتي ماذا أفعل ليلة بارك الله فيك أولا أنت عندك خيارين الخيار الأول أن تقولي لي أخيك سامحتك في الألفين دينار تقول سامحتك من عشرين سنة أكيد لها قيمة قبل عشرين سنة تقولي سامحتك و هذه الألفين دينار مني لك بيفرح أخوكي و يتأثر و يمكن الله عز وجل يبارك لك و يسر لك موضوع الزواج الأمر الثاني تقولي لا و الله أنا محتاجة لك الحق الكامل و ما في بأس إذا أنك أشعرتي أخوكي مثلا أخاكي أشعرتي بأسلوب في حكمة و ذكا مثلا أخويا مثلا تذكري له المبلغ تقولي أنا محتاجة الآن أجد عندك المبلغ أو نصف المبلغ مثلا أو تسلفني مثلا شيء من هذا القبيل ما دام تقولين تخشين أنه عرقل عليك الأموم و لك المثل و ليس القيمة مثل ما أجبت قبل قليل للأخ خالد من لكسنبورغ اللي سألني عنه لك المثل فقط و ليس لك الآن أسلفتي ألفين دينار ألفين دينار أنا أعرف الآن العملة في ليبيا نازلة جدا ما لك إلا هذا أو تصبرين لعل الله عز وجل يعني يفتح عليك و عليه بثينة من اليمن بثينة تقول ما حكم صلاة المرأة و هي تلبس لباس الرجل أخت الفاضلة الصلاة صحية ما دام أنها لبست لباس رجل و سترت كامل جسمها مع ما عدا وجهه و كفيها الصلاة صحية لكن لماذا لبست لباس الرجل فإذا قالت والله أنا ثيابي وصخة ثيابي كذا و ما وجدت إلا ثوب زوجي أو ثوب والدي أو ثوب أخوي مثلا و خفت أن الوقت يطلع ما عليها شيء و الحمد لله أما أنها تتلذذ و تستمتع بلبس ثياب الرجال هذا حرام أنه بسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل و لعن الرجل يلبس لبسة المرأة فالظن بالمصلي أنه ما تفعل هذا الشيء إلا لضرورة فالصلاة صحيحة و الحمد لله أبو عبد الله يمن السعودي يسأل عن تفسير قول الله تعالى رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري أبو عبد الله الله يرضى عليك هذه الآية جاءت في قصة موسى عليه الصلاة و السلام حينما أوحى الله إليه عند الطور و أمره بأن يذهب إلى فرعون دعا الله عزيزي قال رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احل العقدة من لسان يفقه قولي و اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري و اشركه في أمري كي نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا رب اشرح لي صدري شرح الصدر بالإسلام و الإيمان و بالتقوى و بالسعادة و بالسرور و كذا رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري تيسير الأمر في كل شيء أنت الآن إذا جيت يا أبو عبد الله جيت مثلا تقدم على زواج يعني لو دعوت بهذا الدعاء طيب رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري شرح لي صدري حتى أني يعني أكون مرتاح للتقدم لخطبة المرأة و يسر لي أمري تيسير هذا الأمر أو مثلا في تجارة أو في دراسة أو في أي شيء هذا من الأدعية الطيبة الجامعة لكل ما يعني يحتاج إليه الإنسان في حياة أم الدحداح من هولندا أم الدحداح من هولندا تقول ما حكم ركوب المرأة للدراجة الهوائية مع ضمان عدم كشف العورة و تقول العادة جارية عندنا في هولندا ركوب الدراجات ما في بأس يجوز للمرأة أن تركب الدراجة الهوائية والدراجة النارية و السيارة ما دام أن الحمد لله متسترة و لا يظهر شيء من بدنها و لا تفاصيل جسمها و العادة يعني بحيث أن الناس ما يلتفتون إلى المرأة في بلد اعتاد على أن المرأة تركب الدراجة لأنه أصبح شيء عادي و طبيعي و لا يشد الانتباه ما في شيء و الحمد لله أمت الله من مصر تقول عندي بنتي لها صديقة و الصديقة هذه كانت محجبة و تصلي و تفاجأت أنها خلعت الحجاب تقول بدأت ما تصلي تقول حقيقة ارتبت في الأمر سألتها مرة لما جاءت عندي فقلت لها يعني أنت ملحدة فقالت تبسمت تبسم يعني ابتسام لها مغزة تقول أنا خايفة على بنتي ممكن أمنع بنتي منها أمت الله يجب عليك أن تمنعي بنتك منها أمت الله بالله عليك الآن لو قيل والله في فيروس موجود في المحافظة الفلانية أو موجود في الحي الفلاني أسألك بالله تسمحين البنتك تروح هناك ما تسمحين ليش هذا عدوى هذا مرض هذا داء هذا جرب هذا بلاء فكيف بمصاحبة إنسانة تطمس على بنتك إيمانها و إسلامها و ربما و العياذ بله تخرجها من الملة يجب عليك أن تمنعي بنتك من هذا يجب وجوب لكن في خطوات الخطوة الأولى استدعي هذه البنت من جديد و حاول أن تناقشيها و تحاوليها يا بنتي أنت فعلا تأكدين لأنك ألحت فإذا قالت نعم قولي لماذا ما الذي جعلك تلوثين الفطرة اللي فطر الله عز وجل للناس عليها ما هو السبب هؤلاء في الحقيقة مجرد فرقعات و أشياء و عقد عندهم نفسية و عندهم مشاكل يحاولون أنهم يعني ينتقمون من دينه من الدين من الإيمان من كذا حاولي تحتضنيها قولي أنت بنت ناس أنت تربيتي صح أنت كذا أنت كذا شوفي ردة فعلها إن كان الحمد لله وجدت عندها نوع استجابة و كذا طيب الحمد لله و ممكن تأخذينها لأحد المراكز لأحد العلماء يحاول أن يقتلع هذه الشبهات اللي رسخت في ذهنها شفتي الوضع لا الوضع خطير أو أنها تنافق معك حتى تستمر علاقتها بنتك لا أحذري سيسألك الله عز وجل و يجب أن تحافظي على رأس المال اللي عندك بنتك رأس مالك حافظي عليها و حاولي قدر المستطاع أن تبيه و اذكري له شوفي بنتك خليه تقرأ في سورة الصافات الرجل الذي أدخله الله الجنة قال إنه كان لي قرين يعني صاحب صاحب و البنت كذلك لها صاحبة يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا و كنا ترابا و عظام أئنا لا الآيات اللي كان يحاول أن يغوي صاحبه يقول تصدق في يوم قيامة تصدق في جنة و نار تصدق بأن كذا و كذا لكن هذا الحمد لله بسبب التربية و طبعا بعد رحمة الله و حفظ الله و بسبب ما عنده من إيمان ترك صاحبه ثم قال اطلع اطلع علي الله عز وجل أراد أن يزيده من النعيم لأنه ثبت و واستقام على دين الله فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار و العياذ بالله فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لا تردين و لو لا نعمة ربي لكنت من المحضرين أثما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمعذبين يخاط به يقول يعني تالله إن كنت لا تردين يقول والله وصلت معي مرحلة فعلا كنت أنحرف معك لكن الله الحمد لله حفظني فيا أختي الفاضل أبارك الله فيك خلي بنتك تقرأ و أهم شيء رضا الله كل شيء يروح إلا رضا الله عز وجل و لذلك إذا بنتك فعلا هذه الصداقات تنقلب عداوة يوم القيام يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين تغير صاحبتها هذه إلى صاحبة طيبة نقية تقية يعني إنسانة محترمة تؤمن بالله اليوم الآخر و هذه رسالة ليس لك فقط يا أخت الفاضل لكل أم و لكل أب يشاهدني أن يتقوا الله في أولادهم شاجع الطاهري شاجع الطاهري من اليمن يقول هل يجوز أن أعتمر على الرجل توفي و أيضا على الرجل حي أخوي شاجع بارك الله نعم يجوز العمراء عن الشخص الميت يجوز العمراء عن الشخص الميت و إهداء ثوابه الميت أما الحي فيجوز بشرط واحد أنه يكون عاجز عاجز كامل ما عنده قدرة يروح مكة عنده مشكلة صحية ما يقدر يجوز لك أن تعتمر عنه إذا كان ما اعتمر أما إذا كان قد اعتمر لا إذا كان قد اعتمر قبل ما تعتمر عنه سلطان من السعودية يقول عندي والدة عصبية جدا تعاملها معي و مع إخواني للأسف و زوجاتنا يعني سيئ و قاسي و شيء يقول بالعكس مع أخواتي و أعيالهم يقول كيف الطريق يا سلطان هذا نوع من أنواع الابتلاء و لست الوحيد في هذا العالم كثير من الشباب يشكون أمهاتهم للأسف الشديد يقول للأسف تتعامل مع بناتها و عيال بناتها و زوجات بناتها بشكل يعني مخملي ناعم في رحمة و في عطف و مع عيالها الذكور و زوجاتهم و عيالهم بشكل غريب جدا هذا يا أخوي سلطان هذا نوع من أنواع الابتلاء و له أسباب أحيانا قد تكون غيرة يعني طبعا المرأة الكبيرة لو قلتها تغارين يمكن تزعل و يمكن تنجلط ما ترضى تقولها لا هي غيرة موجودة هي تغار تغار شلون أن زوجتك تعتقد بأن هالحرمة هذه أخذتك منها اختطفتك منها و لذلك يقول لما تشوفك تتخذ غرفتك و كذا عرق الغيرة ينبض و تبدأ في الغليان فيبدأ إيش ضعف في قضية الاهتمام بالعيال و كأنها تنتقم بمثل هذه الطريقة و لذلك سامحوها و حاولوا أنكم تشبعون عاطفتها هذه عاطفة الأمومة كونوا أغلب الوقت معها دللوها أطيبوا و أحسن الألفاظ أغرقوها بالهدايا حاولوا قدر المستطاع أن تحتملوا منها كل شيء لأن تبقى أم تبقى أم هذه ليست عمة و لا خالة و لا جارة لا هذه أم يجب عليك أن تحترمها أنت و أخوانك احترام حتى لو ظلمتك معني أنا ما أيد الظلم و لا أرضى أن أب و أم يمارسون مثل هذا النوع من هذه الصرفات لكن بالنسبة لك أنت خلاص هذا قدرك و قدر كل ولد لأن الله أمرنا بذلك و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفة لا يجزي والد ولده عفوا لا يجزي ولد والد الوالد طبعا يطلق على الأم و الأب لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه يعني عبد رقيق و يعتقه لوجه الله ممكن يتساوون بالجزاء أما أنك تقول يعني لا لو علم زوجتك أنك قدام الوالدة مات يعني تحاول أنها تراعي المشاعر علم عيالك أنهم يغرقون الوالدة بحنانهم بالسلام عليها بالهدايا بشيء صدقني تتغير مع مرور الوقت أبو عاصم من الجزائر يقول ما هي الطريقة المثلة في التعامل مع الشخص يغتاب يغتابني كثيرا و يشوي سمعتي عند الناس هل أرفع عليه دعوة قضائية أبو عاصم بارك الله فيك لك الحق الكامل أنك ترفع عليه دعوة قضائية أنت مظلوم و الله عز وجل أذن للمظلوم أن ينتصر و من جملة الانتصار أنك ترفع دعوة قضائية عليه لكن إذا قلت لي انصحني أقول لك لا اتركه لله عز وجل و من كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب و هذا صدقني إذا استمريت في قضية العفو و الصفح و تركه لله صدقني إما أن يرجع إلى الله و يتوب و يأتي عند رجليك يطلب منك العفو و الصفح و إما أن يبتليه الله عز وجل و يسلط عليه من حيث لا يحتسب يسلط الله عليه من يسومه سوء العذاب لماذا؟ لأنك أنتركت لله أقول هذا الكلام لأن أحيانا أخوي أبو عاصم الدعاوة القضائية قد تتوسع و تتوزع و ربما تدخل في أطراف و يجيب شاهد أحيانا بعض الشهود يقولك لا سامحني فيصير في نفسك عليه شيء أحيانا هو يبدأ يفترع عليك الكذب و كذا أحيانا و هذه موجودة لكن أتركه لله و ما دمت واثق في نفسك أنت واثق من نفسك أنت ملك ما دمت واثق من نفسك صدقني و الناس يكتشفون هذا الشخص مع مر الوقت و يعرفون بأن هذا الشخص كذاب و مغتاب و دجال فتلفظه يلفظونه لفظا و يحتقرونه و إذا رأوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه نصيحة يا خلفاظ و أرجع و أكد لك الحق الكامل في أنك ترفع دعوة قضايا لكن نصيحة لك ألا تفعل طيب الأخت نجود من اليمن تقول هل يمكن أن نقرأ القرآن على الشخص المؤذي أخت نجود بارك الله فيك إذا كنت تقصدين شخص يؤذيكم و تقرؤون عليه القرآن أنا ما أحفظ في هذا شيء إلا أن الإنسان نفسه يتحصن بالأدعية و الأوراد من الآيات القرآنية و الأوراد النبوية في الصباح و المساء و لذلك إذا إي حصن حصن كذلك إذا من جملة ما تقولونه اللهم اكثنيه بما شئت هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام فإذا كان في شخص مؤذي عندكم في البيت أو من جيرانكم أو من أقاربكم قولي اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت أو تقولي مثلا اللهم أن يجعلك في نحره و أعوذ بك من شره مثلا في أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة و السلام يعني فيها من هذا النوع أنك تستعيذين بالله تعالى من هذا الشخص مثلا اللهم اكفنيه بما شئت اللهم أني أعوذ بك من شره اللهم أن أجعلك في نحره مثلا بهذه الطريقة أما أنك إذا جاء وتقرأين عليه آية أنا ما أحفظ في هذا شيء لكن أنت احرصي على تحصين نفسك و ذاتك بمثلا آية الكرسي عند النوم و في أذكار الصباح و أذكار المساء كذلك القواقل الثلاثة قل هو الله أحد و قل أعوذ رب الفلاق و قل أعوذ رب الناس في أذكار الصباح و المساء أم محمد من اليمن تقول قبل ست سنوات نذرت إن انتقلت إلى بيت ملك لي أني ما أتابع برامج الغناء و الموسيقى و كان نذري على برنامجين تقول كنت أتابعهم الحين تقول رجعت أشوف برامج غنائية تقول يعني ما حكم النذر أم محمد بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا يجب على الإنسان أن يعني يحرص على وقته و على مراقبة ربه و على الحرص على الأعمال التي ترفعه عند الله و تقربه عند الله أسألك بالله أسألك بالله يا أم محمد وأكيد أنت تشوفيني الآن جاوبيني لما تأتين يوم القيامة و عندك برامج مثل هذه و برامج طيبة فتاوى أو برامج يعني تعليم الدين و بيانة الحلوة والحرام أيهما تكون في ميزان العبد يوم القيامة هذه أو لا هذه كأني أشوفك تقولين طبيعيا برامج الدين و برامج التعليم و برامج كذا فشوفي الإنسان دائما إذا أقدم على الشيء أو اشتغل بشيء شوف هل لهذه يقدمه عند الله و لا ينزله و لا يضعه و لا يخسف به و العياذ بالله فأنت أخت الفاضلة قبل ما تنذرين شوف اللي ينفعك عند الله شوف اللي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى و لذلك أنت نذرتي إذا تقول والله أنا نية البرنامجين هذين وتركتيهم ما عليك الشيء بالنسبة للنذر وتقول انتقلت إلى برنامج آخر و أنت نيتك لا هذين فقط نذرك على ما هو عليه لكن تقولين انتقلت إلى هذا الآن تحتاجين إلى فقط توبة و استغفار من إهدار الوقت فيما لا ينفع أبو ليث من العراق أبو ليث يقول لي صديق كنت أشتغل معاه يقول لا يصلي و لا يصوم و يكفر بالله رب العالمين يقول نصحتك كثير ما استمع يقول الآن توفي هل يجوز أترحم عليه الجواب لا ما يجوز يا أخي الفاضل كيف تترحم عليه كيف تترحم على شخص يكفر بالله عز وجل الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة و السلام و لا تصلي على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره ما يجوز يقول لنبيه و يقول الصحابة في إبراهيم عليه السلام لما قال سأستغفر لك ربي إنه كان بحثية هذا في أول الأمر و بعدين نسخ هذا الأمر فالله عز وجل النهاء أن يستغفر لأبيه و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال سأستغفر فلما تبين أنه عدو لأتبرأ منه لا يجوز يا أخي الفاضل و لا يجوز أنك تغلبك العاطفة العاطفة تضبطها بالشرع يكفر بالله و لا يصلي و لا يصوه العياد بالله ماذا بقي له فلا يجوز يا أخي الفاضل و يجب على كل واحد عند شخص بمثل هذه الصورة و من هذه الحالة ما يترحم عليه الله عز وجل نها عن ذلك المسألة ليس مسألة راجعة لاجتهاد أو شيء لا مسألة الله عز وجل هو الذي أمر بذلك قال و لا تصلي على أحد منهم مات أبدا نور من العراق تقول تقول يعني في امرأة لها قضية مع زوجها و طبعا أخت نور حقيقة أنا أعتذر منك لأن حاولت والله أفهم سؤالك في صعوبة سؤالك أعيد السؤال عبر خدمة الواتس آب و اشرحيه بشكل واضح لأنه غير واضح سؤالك أميرة من أمريكا بارك الله فيها تقول ما حكم الطالبة طيب أميرة أعتقد بأن تكرر سؤالها تكرر سؤالها أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيها تقول الوالدة حجت قبل ثلاثين سنة تقول ما رميت الجمرات تقول و قالت بأنها جلست مع زوجة عمها و كانت حامل تقول حجها صحيح أم عبد العزيز سلمي على الوالدة و طمنيها بأن حجها صحيح ما دام أنها وكلت ما دام أنها وكلت و هي جلست عند زوجة عمها و كانت حامل و شيء لها أجر الحمد لله العمل هذا وأيضا حجها صحيح لأنه مدام وكلت فأحيانا يجوز التوكيل في مثل هذه الأشياء فواز من سوريا يقول هل يحل الرجل أن يعاشر زوجته بعد أن قال لها أنت حرام علي يا فواز الله يرضى عليك و بارك فيك أنت حرام علي تحت من ثلاث أشياء إما طلاق و إما ظهار و إما يمين إما طلاق و إما ظهار و إما يمين فيجب أن يتصل هذا الشخص بالمفتي أو بقاضي و يأخذ الفتوى منه لأن الآن قول حرام تختلف من منطقة إلى منطقة و من بلد إلى بلد فبعض الناس يقول زوجته حرام علي يقصد الظهار هذا يمين فيه كفارة مغلبة بعض الناس يقصد بحرام منتشر بعض الناس يقصد اليمين بعضهم يقصد الطلاق و لذلك لازم يراجع المحكمة أو المفتي أم ثابتة من العين تقول عندنا عاملة من دولة أفريقية تقول مسلمة و عملت عندنا سبع سنوات تقول أمي كانت دائما تعطيها من الزكاة تقول هذا من فترة سبع سنوات تقول لما سافرت تبين لنا بأنها غير مسلمة هل الآن الوالدة تضمن الزكاة التي أعطتها إياه أم ثابت إذا كان الوالدة فعلا الأوراق الثبوتية أنها مسلمة و تصلي و معاكم و ظاهرة الإسلام و أعطتها بهذا الاعتبار لا ما تعيد الزكاة الله عز وجل قبل زكاة و لله الحمد و المنه عندنا حديث كثيرة تدل على هذا أما إذا تساهلتم الوالدة ساهلة تشوفها ما تصلي و لا تتوضى و لا عمرها قالت و الله أبي وين القبلة مثلا و تعطيها بس بالاسم لا تضمن الوالد حق السبع سنوات تضمنوها أظن أنكم من النوع الأول اللي أنتم شفتوها تصلي و شفتوها تتوضى و شفتوها كذا ما عليكم إعادة الزكاة أم أحمد من مصر تقول والدي لديه محل من 27 سنة قبل عشر سنوات تقول يعني دخل أخي المحل و أصبح يشتغل فيه هو المحل كبر و لله الحمد تقول أخي اقترض من المحل و راح أنشأ مصنع و ثم أعاد المبلغ اللي اقترضه و بعدين اشترى أراضي و كذا من عائد المصنع و من عائد المحل تقول هل أنا و أختي لنا شيء في هذه الأرض و في هذه المحلات و المصنع أيضا علما أن رأس المال من الوالد و الوالد الآن شغله أكثر من شغل الأخ أم أحمد فيما يظهر لي بأنه ليس لكم حق مادام اقترض المبلغ على شرط الضمان و الوالد يدري و راح اشترى فيه ثم أعاد المبلغ أنتم ليس لكم يعني ليس لكم نصيب في هذا المصنع و لا في هذه الأراضي مادام أنه انعزل و أخذ قرض و رجعه بارك الله فيك يا أم أحمد عائشة من المغرب تقول ما حكم التسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون يجوز يعاش إذا و أنت جالس على التلفزيون تتابعين برامج أو شيء تسبحين ما في بأس إبراهيم من سوريا يقول عندي وشم على يدي و صنعت الوشم لما كنت عاصي و بفضل الله ثم دعاء الوالدة الآن الحمد لله أصوم و أصلي و كذا يعني ما حكم صلاتي و ما حكم الوشم اللي على يدي إبراهيم هنيئ لك التوبة هنيئ لك الاستقامة هذه نعمة من نعم الله أن يفتح الله على قلبك هذه نعمة فأشكر الله يعني كثيرا و أحمد الله كثيرا و أدعو للوالدة كثيرا الوشم ما لا علاقة بالصلاة صلاتك صحيحة ولله الحمد و المنه إذا استطعت تزيل الوشم بطريقة غير ضارة غير ضارة و غير مؤذية أزله إذا قالوا لك لا ما يمكن إلا بأذية و ضرر لا خليه تكفيك التوبة عند الله سبحانه و تعالى خلاصنا آه طيب طيب أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى الأسئلة كثيرة لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الجمعة و يوم السبت أجيب على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب شكركم على المتابعة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون